طبعا نعمل ايه عشان نتكلم على ده وإحنا بنقترح على الناس ازاي يمشوا في رمضان ويبقى بنكهة الاتزان السنة دي احنا بنقول لهم احنا في حياتنا اذا كنت عايز تتزن فانت لازم تتعامل مع ست مجالات في حياتك احنا عايزين الاتزان الحياتي الاتزان الايه الحياتي مش الاتزان في العمل ولا الاتزان في تعاملنا مع نفسنا ولا الاتزان مع اسراننا عايزين الاتزان في حياتنا كلنا ودي فرصة الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها واللي تصيبوا نفحة من نفحات مولانا سبحانه وتعالى حياته كلها تتملي نوره وبركة فتعالوا نشوف احنا نتكلم عن ايه نتكلم عن ست مجالات في حياتنا المجال الاولاني هو ايه هو ذاتي انا ذاتي وازاي انا هتعامل مع ذاتي وازاي ذاتي تكون متزنة المجال التاني اسرتي يبقى اول حاجة ذاتي تاني حاجة اسرتي اسرتي سواء كنت متجاوز او مش متجاوز سواء كنت شخص كبير او شخص صغير كل ده اسرتي الحاجة التالتة عملي العمل اللي انا بقوم به حتى لو كنت طالب ما الطالب ده اتعمله انه يطلب العلم وانه يدرس بعد كده علاقاتي علاقاتي بمن حولي بالاصدقاء بالزملاء بالاحبة الحاجة الخامسة المستقبل مستقبل يكون شكله ايه وافكر فيه ازاي حاجة السادسة هي السعادة ويبقى فيه سؤال اساسي هل احنا متزنون هل نحن متزنون وهنتكلم في اثناء رمضان وازاي نساعدكم في ده فيه خمس معايير للاتزان متاخدة من احاديث رسول الله سلم ومن الكتاب العزيز الخمس حاجات اللي انت لو عملتها تكون متزن اول حاجة ما تعملش حاجة غير لما يكون لها جدوة انما الاعمال وبالنيات لازم الحاجة تكون لها جدوة يعني لها هدف تاني حاجة الجدية يعني ايه الجدية ان الشخص يكون جاد فيما يقوم به ولذلك كان حضرة النبي يعوذ بالله من العجز والكسل جدية بعد كده الجودة لازم الواحد يبقى ايه اي عمل بيعمله اذا كان متزن لازم يكون فيه جودة ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ولازم يبقى فيه جدارة يعني ايه لازم يبقى فيه جدارة لان قيمة المرء بما يحسنه قيمة المرء بما يحسنه اللي عنده جدارة خامس حاجة واخر معيار من معايير الاتزان اللي هي لو موجودة يبقى احنا متزنين الجمال ايه دا دا خمسة جيم اول حاجة الجدوة تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجودة رابع حاجة الجدارة خامس حاجة الجمال والجمال بقى احنا جبناه منين من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء يعني لازم يبقى فيه جمال يبقى دولة خمس معايير للاتزان اذا هما موجودين اذا كنت انا دايما اذا عملت حاجة فانا ببص في جدوها اذا عملت حاجة لازم اعملها بجدية اذا انا عملت حاجة لازم تكون ليه علاقة بالجدارة اللي عندي اذا انا عملت حاجة لازم يكون ليها جودة اذا انا عملت حاجة لازم تكون فيها جمال يبقى انا كده انسان متزن طب تعالوا نشوف بعض الأفكار اللي احنا ممكن نقدمها للاتزان في المجالات الستة بتاعنا أول حاجة الاتزان في ما يتعلق بالنفس ما يتعلق بالذات عندنا ملفين أساسيين عايزين نكرسهم في الناس أول حاجة الاتزان ما يمكن نسميه الاتزان الصحي الناس أصبحت مهملة في حياتها مهملة في صحتها وهذه الصحة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهم وكثير من الناس الصحة والفراغ الصحة دي دي وديعة ونعمة من ربنا وإحنا يبدو أن احنا ما نشكرهاش هزين نهتم بصحيتنا كتير قوي قوي هذا من الاعتمام بصحيتنا بينعكس على كل حيات أنا واحد بالناس وأخذ قرار أن أنا هتم بصحيت في رمضان مش بس عشان المرض المزمن اللي عندي لكن لا أنا مهتم بصحيت في رمضان عشان حاجة تاني خالص عشان أنا ناوي أن رمضان ده يكون فتحة خير علي وأرجع مرة تاني أعمل الأعمال اللي أنا بحبها وما فيش حاجة تنقص مني عشان أشكر الله على نعمته وأنا قلبي مليء بالنور يبقى أول حاجة الاتزان الصحي الاتزان الصحي أنا آسف جداً بقى متراجع حاجة تاني الاتزان النفسي أنا هتكلم بس بأفكار عامة إزاي نقدر نعمل كده الاتزان النفسي وأنا مش هنتكلم على الاتزان النفسي في حاجات كتيرة الاتزان النفسي إحنا عندنا مشكلة إحنا بقى عندنا بسبب كورونا وبسبب الأشياء مثل هذه فيه أنواع كتير جديدة من الكآبة والاكتئاب منها حتى الاكتئاب مع الكورونا عندنا حاجات كده كتيرة فإحنا فيه لغبطة في المناعة النفسية حصلت في قلوبنا فإحنا عايزين نجدد المناعة النفسية أنا شايف إن أنا ممكن أقترح عليكم في هذا السياق في التعامل مع المناعة النفسية والصحة النفسية وما التعامل مع زواتنا وإحنا زواتنا خمس حاجات زواتنا فيها الجسد والعقل والقلب والروح والنفس خمسة فأنا أختار بس في الجسد قلنا نتم بالإيه بالاتزان الصحي الاتزان الصحي نأكل باعتدال وبلاش نبالغ لإني للأسف كتير من الناس في رمضان بتسوق حالتها الصحية بسبب المبالغة في أكل السكريات والمبالغة في الأكل بعام فيزداد السمنة ويزداد تعرضهم للأخطار التي تتعلق بالصحة أما الجانب النفسي بقى في زواتنا فأنا شايف أن احنا محتاجين نرجع لحاجة تانية عايزين نهدى عايزين نرجع تاني إلى السكون والهدوء فأنا شايف أن احنا ممكن نتكلم على خلوة خلوة قبل الفطار خمس دقائق كده أو عشر دقائق قبل الفطار خلوة كده نهدأ فيها نناجي الله سبحانه وتعالى وأنا نكلم من الله وهذه كانت من أعادات الصحية الموجودة لدى الناس وبطروا يعملوها الخلوة دي تعمل إيه؟ تعمل امتلاء نفسي وتعمل هدوء وتعمل سكينة فالخلوة دي لما تيجي قبل الفطار وتعملها تيجي لما تيجي تاكل تجد للأكل فيه إحساس بنعمة ربنا فلما تقول كده الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا تحس كده أن الحمد لله إيه اللي حاصل؟ ابتلت العروق وذهب الزمأ وثبت الأجر إن شاء الله تحس كده ابتلت العروق العروق نفسها وكأن المياه نازلة بتزغرط فيها زي ما بيقولوا إيه الجمال ده؟ تحس بالنعمة وعشان كده احنا محتاجين الاتزان ده تحس كده